بسم الله الرحمن الرحيم مع كنزاً عظيم جداً جداً من كلوس السنة لا أعلم وأكثر للناس أنا اتكلمت كثيراً قبل ذلك عن الفضل العظيم للسواك قلت لحضركم في أكثر من الدرس حديث صححها كثير من العلماء ولها طرق كثيرة متشاعبة عن كثير من الصحابة مثل السيدة عائشة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ردو عنه وغيرهم أو غيرهم فيها فضل العظيم للسواك أنه ضعف سواب الصلاة سبعين ضعفاً وضعف الحسنات كلها سبعين ضعفاً سأقول لحضراتكم الآن حديث جديدة رواها الإمام الحافظ حافظ عصره حافظ عصره الإمام الدائلمي في كتابه مسند الفردوس وأيضاً رواها الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس من حديث أنس بن مالك لا أظن أبداً الإنسان سيسمع الحديث وهيقصر في استدم السواك لا أظن أبداً إنسان غير عاقي روا الإمام الديلمي في كتابه من حديث أنس بن مالك فخرة سلاة سلعة بالت realised تاعدل أربعمائة صلاة و'm overs تاعدل أربعمائة سلاة تاعدل أربعمائة صلاة بغير سواك. وكأنه اعتق رقبة من ولد بني اسماعيل. يعني يكتب لك سواب عدق رقبة من ولد بني اسماعيل. ده في المرة الواحدة اللي بستخدمه. ويخرج من ذنوبه كما تخرج الشعرات من العجين. يعني اللي بستخدم السواك. يخرج من ذنوبه كما تخرج الشعرات من العجين. ورسول ما استسناش كبائر صغائر. وان خرج الدجال لم يكن له عليه سبيل. تعرفين ان فتت الدجال مسيخ الدجال اعظم فتنة على وجه الارض كما جاء في الحديث صحيح عن نبيل صلى الله عليه وسلم. اعظم فتنة على وجه الارض على الاطلاق. من منذ الخلق ادم الى ان تقوم الساعة. ده معنى ايه? معنى اللي بيستخدم السواك. انت بدور رأي فتنة. محفوظ من كل الفتن. محفوظ من الشيطان. انه محفوظ من اعظم فتنة اللي هي فتت الدجال. يعني الرسول قبل كده قال الحديث له طريقان مختلفان. طريقان مختلفان. وده هذا يقول الحديث. وانا كنت قلت رحضتكم قبل كده. الرسول عليه السلام كان دايما في فضاء الكسيرة جدا في السنة. يقول الحديث. بعدين يوحى اليه بسباب اعظم. بعدين يوحى اليه بسباب اعظم. يقوله. زي ايه? زي زي سواب الصلاة عن نبي صلى الله عليه عليه بها عليا عشر صلاة. سولي عليه الصلاة عليه الصلاة accessibility يعこちらه يقوله يصلى عليك مئة عرشة. بعد كده الرسول عليه الصلاة يقول يصلى عليه السلام يعني سبعين صلاة اباحة ثانية أجل في سابعين صلاة. بعدين آل. بييصلي عليه الصلاة. يوكل الله له سبعين ألف ملك يشدونه عليه. بعدين رجع أهل عليه الصلاة والحديث حسنه بعض العلماء علي صلاة ان كتب الله به قيراته والـ قيراته مثل جبة الأحد. وقاله يا صلاة واحدة زي جبل احد حسنات جبل احد اللي وزنه خمسة واربعين مليار طن. بعد رجع قال اكسركم علي صلاة اكسركم زواجا. يوم القيامة. يبقى اذا الحياة دي كلها موحدش مرة واحدة. ده الصحابة بيعملوا فيكافأوا بمنة وفضل اعظم وهكذا. فالرسول قال في الحديث انها ضعف الصلاة سمعين ضعف. هنا بقى بقول ربمائة ضعف. في حديث تاني في طريق تاني من سبعة وسبعين ربمائة. واحنا هنحتسب الربمائة. من طريق تاني خالص. مع شكرا بقول لحضرات كلها. الحديث ستقوى بهذا. في حديث تاني. لانه ما ندرش هقوله كله انه طويل جدا. في فضاء اللي لا تحصل. لكن هعطوا لحضراتكم تحت تحت الاحديث دي في الوصف. في صندوق الوصف في الفيديو. فليتنزلوا طبعا تقولوا الوصف. هعطوا لحضراتكم مقتطفات فقط من الحديث الطويل ده. قال عليه الصلاة والسلام. تصافحك الملائكة لنور وجهك. انسان اللي بيستخدم السواك. يعني يكون لواجهي نور. فتصافحه الملائكة. وتشيعك الملائكة اذا خرجت للصلاة. الملائكة تشيعك اذا خرجت للصلاة. وتفتح له اباب الجنة. ما علش باب الجنة. يبايز انت فيه. يبايز انت معناه اباب الجنة التمانية تفتح. للمتسويكين. ويكتب له سواك. كل ما تصوت في يومي. يعني كل الناس التي تصوكت على وجه الارض تاخد سبب كل الناس التي تصوكت على وجه الارض. ولا يأتيه الملك الا الا بالصورة التي يأتي بها للاولئة. يعني ما يجلكش. الا بالصورة التي يأتي بها اولياء الله الصالحين. تكون من مقربين. كان من مقربين في روح وراحان ورايحان ومجنة وتناعيم. اريد اكتر من كده. وتقوي الحفز وتزيد في العقل. يعني تزود الزكاء وتزود الحفز. الناس اللي عندها ضعف الزكرة والنفسه يحفز القرآن. وروي هذا الكلام حتة الحفز والاقل دي عن سيدنا علي بن بيطال في طريق اخر وده يقوي. طيب. وتمر على الصراط كالبلق الخاطف. شو العظمة? وتمر على الصراط كالبلق الخاطف. اللي الله تمرد. الصراط اللي هو ادق من الشعر وحد من الصيف. طوله مسيرة خمستاشر الف سنة بيدرع بنامات جهنم من اول الاخرة. يعني اصعب موقف في هامريامة. تمر على الصراط كالبلق الخاطف. ويبطق الشايب. يبطق الشباب عشان متشبش بسرعة. يبطق الشايب. ويقوي الظهر. يعني ايه يقوي الظهر? يعني الناحية الجنسية. الناحية الجنسية. يقوي الظهر. ويقي الاموالة والاولادة ويعينوا على قضاء الحوائك. يحفز لك مالك. ويحفز لك اولادك. ويساعد على قضاء الحوائك. قلنا لنا حوائك. قلنا لنا عندنا مشاكل. قلنا ايه? الوصول على الصلاة مات والسواك في ايده. طب اللي قال لك في انسان عائل يسمع كل هذه الفضائل وهذه الملاقبة العظيمة. وما يعملش السواك. رجل او امرأة. نزالك اوه اتسيب السواك صلاة واحدة. نزالك عندي السواك في البيت. لازم اتسوق قبل الصلاة. اللي مش ممكن اضاعي هذا الثواب. هذا انسان يتبطر على هذا الثواب العظيم. وانسان يتبطر على هذا الثواب. شو ممكن قبل? فانا احكتب لكم الكلام ده. يعني تنسخوا هذا الكلام وتنشرونه. نشر هذا العمي في ثواب العظيم. اقول له خوني هذا. استغفو الله.